موسيقى موسيقى متصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين موسيقى الناطق باسم سلاح الجو التابع لحتر يؤكد مقتل أمر غرفة عمليات قوات الكرامة علي الثمن في محور سيد فرج وشورى ثوار بنغازي يصد محاولة تقدم بمحور بعط موسيقى شورى مجاهدي درن يعلن اعدام القيادية البارزة فيما يعرف بتنظيم الدولة مراد السبع بعد اعترافاته بالجرائم التي ارتكبها موسيقى دول جوار ليبيا تؤكد في بيانها الختامية ان مقترح الحل الاممي يضمن تسوية دائمة للازمة واسني يعرف عن استعداد حكومته للتعامل مع روسيا والصين لانهاء وجود التنظيمات الارحامية موسيقى موسيقى اضح الحاسي مقتل امر غرفة عمريات قوات الكرامة علي الثمن في محور سيد فرج اليوم واضح الحاسي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان قواتهم تحاول التقدم في عدة نقاط في محاور المقسحة ومصنع الاسمنت مشيرا لانهم سيطروا على اكثر من تمركزين تابعا لشرى ثوار بمنطقة تيسد فرج والهواري حسب قوله واضح الحاسي ان امر سرية بهديم التابعة لقوات الكرامة سالم سويدي قضاه والاخر في اشتباكات جرت بمحور الكتيبة 204 دبابات الجمعة الماضي اراء المحلل السياسي والعسكري عادل عبد الكافي في نشرة سابقة ان هناك خلافات كبيرة بين صفوف قادة عمريات الكرامة مشيرا الى ان مقتل امر غرفة عمريات قوات الكرامة علي الثمن سيكون له تأثير قوي على سير العمريات العسكرية اتوقع ان بالنسبة لمكانته العسكرية في عملية الكرامة سيكون لها تداعيات بخصوص العسكريين الذين يتبعون العملية الكرامة انها سيكون هناك تفريط لبعض الصفوف في سياق متصل اوضح مسؤول المكتب الاعلامي بمجلس شراث وار بنغازي محمد عبد الرحمن ان قواتهم صدت محاولة تقدم لقوة حفتر بمحور بواطني اليوم مشيرا الى وقوع اشتباكات بمحورية طلحية والنواقية وقال عبد الرحمن ان امر غرفة عمريات الكرامة علي الثمن قضى في معارك بواطني صباح امس لافتان لان الثمن قتل جراء انفجار لغم ارضي حسب قوله وافد مسؤول المكتب الاعلامي بان محاور الحي الجامعي ووسط البلاد والصابري تشهد هدوءا حذرا اليوم اكد مصدر من مجلس شرى مجاهد درنا وضواحيها فضل عدم الكشف عن هويته ان المجلس اعدم القيادية البارزة فيما يعرف بتنظيم الدولة مراد السبع واوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الاحرار ان المجلس سيكشف عن تفاصيل الاعترافات والجرائم التي قام بها السبع عبر اصدار مرئي في وقت لاحق يشار لان مجلس شرى مجاهد درنا تمكن من القبض على مراد السبع الشهر الماضي داخل احدى الشقق السكنية بالمدينة في عمرية قتل فيها ثلاثة عناصر من المجلس حسب المصدر وتعتذر قناة ليبيا لكل الاحرار عن بث صور جثة القياد فيما يعرف بتنظيم الدولة مراد السبع طالب عميد بلدية اجتابيا سلم جدران حكومة الازمة ومجلس النواب بإيقاف الغارات الجوية التي تستهدف المدينة مضحا ان هناك لجنة ستشكل للتواصل مع هاتين المؤسستين واضف جدران ان على حكومة الازمة برئاسة الثني دعم قوة القطع الحدود ومديرية الامن اجدابيا فضلا عن اعتماد البلدية للجنة حوار بين جميع الاطراف جاء ذلك في اجتماع موسع ضم عددا من اعيان ومشايخ القبائل بالمدينة اعتماد لجنة تتابع الحكومة في نحو الطين تنتمشي للبيضاء واللواب الاولى تسألها وتنقشها وتحكمها بقضية الامكانيات والامدادات لانطاطع الحدودي ومديرية الامن الثانية لإيقاف القصف عاجلا وبصرحة دوليا اكدت البلدان المشاركة في اجتماع دول جوار ليبيا في بيانها الختميا الحل السياسي الذي اقترحته الامم المتحدة يضمن تسوية دائمة للازمة الليبية بما يحفظ سيادتها ووحدتها الترابية مشيرة الى قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم ودع المشاركون في الاجتماع لتكثيف الجهود للتصدي له كما نشد اطراف الحوار للمصادقة على الاتفاق السياسي واغتنام هذه الفرصة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الذي عبر بكل وضوح عن رغبته العميقة في السلام حسب البيان وجددت الدول المشاركة في الاجتماع عزمها على تقديم الدعم الكامل للسلطات الليبية فور تنصيب حكومة الوفاق الوطنية وقد اعلن المبعوث الاممي لليبيا مارتين كوبلر خلال اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر الثلاثاء انه سيطرح في الايام القادمة خارطة طريق لتسريع اختتام العملية السياسية وتوقيع الاتفاق السياسي الليبي ونقل بيان للبحثة الاممية عن كوبلر قوله خلال الاجتماع انه شدد في محادثاته مع الليبيين على ضرورة انجاز الحوار السياسي بشكل عاجل واناشدهم التوقيع على الاتفاق السياسي والمضي بسرعة نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني واعتبر كوبلر ان استقرار ليبيا يرتكز على ثلاثة اركان هي السلام والامن والازدهار اكد رئيس الوزارة الايطالي ماتيو رينزي ان بلاده تسعى لترحي مبادرة دبلوماسية في الشأن الليبي تستضيف من خلالها روما حدثا دبلوماسيا حول ليبيا على غرار ما قامت به مدينة فيينا في الشأن السوري ونقلت وكالة الانباء الايطالية اكي عن رينزي نفيه امكانية التدخل العسكري الدولي في الوقت الراهل لمواجهة توسع نفوذ ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا بحث وزير الخارجية الامريكي جون كيري مع نظره الايطالي باولو جنتلوني كيفية دعم العملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة في ليبيا وتسريعها واشدد كيري في لقاء جمعه بوزير الخارجية الايطالية ثلاثة ببروكسل على تكثيف الجهود الدولية لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة كشف تقرير لخبراء في الامم المتحدة عن ان ما يعرف بتنظيم الدولة يحاول ان يضع قدما في ليبيا لانه يواجه صعوبة في توسيع نفوذه بسبب مشاكل تمويلية فضلا عن عداء السكان له وجاء في التقرير الذي وضعه خبراء يعملون في لجة العقوبات ضد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة ان التنظيم يواجه مقاومة شديدة من السكان كما يجد صعوبة في قام تحالفات محلية واكد التقرير ان التمويل المالي يعتبر عقبة اخرى مما توسع التنظيم ويرى الخبراء ان التنظيم متورط في تجارة المخدرات واستغلال المهاجرين الراغبين في الهجرة الى اوروبا متبرين ان عملياته في ليبيا لا تبدو مربحة ماديا بعكس ما هو حاصل في سوريا والعراق طموحات ما يعرف بتنظيم الدولة في التوسع بليبيا تواجهها عقبات اهمها ما يلقيه من صعوبة في الحصول على تأييد السكان المحليين الذين يرونه دخيلا ذلك ما خلص اليه تقرير اعده خبراء امميون وتناول المخاطر التي تمثلها المجموعات المتشددة في البلاد الخبراء دعوا الى اجراء تقييم واقعي للتهديد الذي يشكله التنظيم معتبرين انه يعد فاعلا واحدا ضمن عدة فصائل متناحرة كما يواجه مقاومة شديدة من السكان وصعوبات في بناء تحالفات وفي الحفاظ عليها كما اوضح الخبراء ان التنظيم رغم ما اظهر من عزيمة للسيطرة على مزيد من الاراضي الا ان قدراته المحدودة تعيق ذلك مضيفين انه يواجه نقصا في اعداد المقاتلين حيث بلغت اعداد عناصره في ذروة قوته ما بين الفين وثلاثة الاف مقاتل مستدركا ان عدد مقاتليه يصل الان الى الف وخمسمائة منهم حوالي ثمانمائة ليبي عادوا من مناطق التوتر لكنه نجح في استقطاب مقاتلين معظمهم من بقية بلدان شمال افريقيا الخبراء نبهوا الى ان التجانس العقائدي في ليبيا ساهم في عدم تمكين التنظيم من استغلال الخلافات المجتمعية كما يفعل في العراق وسوريا كما حرمه ايضا وفق التقرير من زيادة قاعدته المحلية لتجنيد مقاتلين وبحسب الخبراء فان التنظيم يرى في ليبيا فرصة لتوسيع الدولة التي اعلنها وهو مستمر في ارسال مبعوثين يحملون تعليمات الى فرعه في ليبيا وهي نقطة تميزه عن بقية فروع التنظيم وتطرق التقرير الى بقية التنظيمات الناشطة في ليبيا مشيرا الى ان تأثير انصار الشريعة تراجع بعد اعلان ما يعرف بتنظيم الدولة بسبب انضمام عدد من مقاتليها اليه او مقتلهم في اشتباكات معه كما ان كل من تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي والمرابطون يستغلان الفوضى في ليبيا للحصول على الدعم اللوجستي للعمليات التي ينفذانها في المنطقة حسب التقرير قال استاذ الاخلاق السياسية وتاريخ الاديان بجامعة قطر للدراسات الاسلامية محمد بن مختار الشنغيطي في برنامج العاشرة قال انه لا يجب اختزال الخطر في ليبيا فيما يعرف بتنظيم الدولة مشيرا الى ان الخطر الحقيقي يكمن في الانظمة المستبدة وفي الثورات المضادة حسب وصفه اعتقد ان هناك خطران في ليبيا يتعلقان بقضية التنظيم اول الخطرين هو اختزال الخطر نفسه في التنظيم الدول الغربية تريد ان تقول للشعوب مشكلتكم ليست مع المستبدين مشكلتكم مع الارهاب مشكلتكم مع التنظيمات الغابية هذا ليس صحيحا نحن مشكلتنا مع المستبدين ومع ثورة المضادة التنظيمات الغابية مرة اخرى هي مجرد نتيجة للثورة المضادة هي مجرد عرض للمرض ولذلك هم يريدون ان يشغلونها بعلاج الاعراض وترك المرض الاصلي اعتمد المؤتمر الوطني العام حكومة جديدة مصغرة مكونة من 12 وزيرا فقط وابقى على رئيس الوزراء خليفة لغويل في منصبه وقال عضو المؤتمر الوطني العام سليماني جيم لقناة ليبيا لكل الاحرار انهم اعتمدوا نائبين لرئيس الحكومة منوها الى ان هذه الحكومة هي حكومة تسير اعمال الى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وارجع جيمة سباب تقليص عدد اعضاء الحكومة لظروف الراهنة والتضخم الكبير في عدد الوزراء والوكلة وتأخر تشكيل حكومة الوفاق الوطني حسب قوله ومن بين اهم الاسماء الجديدة علي بوزعكوك وزيرا للخارجية وعبداللطيفة قدورة وزيرا للداخلية ومفتاح الفقي وزيرا للاقتصاد ترجمة نانسي قنقر قال عضو المؤتمر الوطني العام سليمانيك جيم ان الحكومة المصغرة شكلت نظرا لتدخم حكومة عمر الحاسي ووجدت لثمانية اشهر على امل تشكيل حكومة التوافق الوطنية هناك تدخم في حكومة السيد عمر الحاسي التي ابقى عليها السيد خليفة الغويل طيلة 8 شهور الماضية وكان هناك الحاح ان تكون هناك حكومة ازمة بامتياز ولكننا السبب الذي لم نعطي الشرعية او لم نعطي الموافقة على حكومة الازمة هذه كنا ننتظر حكومة التوافق على ان تتم يعني لقطر الليبي ككل من جهة رأى المحللة السياسي صلاح البكوش ان تشكيل الحكومة المصغرة بحجة التقشف لا يوفر ما نسبته واحد بالمئة من الميزانية اذا افترضنا ان كل وزير او وكيل وزارة يتقاضى تمانين الف دينار سنويا وجمعنا الوزراء الذين اخرجوا والوكلاء الذين اخرجوا وحسبناهم على اساس 150 شخص هذا يكلف الدولة الليبية 12 مليون دينار سنويا من ميزانية تقدر ب40 مليار هذا لا يصل الى حتى توفير واحد في المية من الميزانية في سياق متصل اعتبر رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان اعلن الحكومة المصغرة خطوة لا معنى لها حسب تعبيره مرجع ذلك الى الظروف التي تمر بها البلاد من انقزام حاد وازمة خانقة على كل المستويات وترقب لما يقول اليه الحوار في مراحله الاخيرة كما اوضح صوان لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الحكومة المصغرة جاءت دون سند شرعي وفي توقيت حرج وتحمل في طياتها رسائل سلبية وتنم عن عدم ادراك لحقيقة الازمة وابعادها نشاتنا متواصلة وفيها بعض الفصل قلة العناصر المدربة وضعف التنصيق بين الاجهزة الامنية تزيد من التحديات التي تواجهها الاجهزة الامنية لعادة الامن لترابوس الناطق باسم سلاح الجو التاب لحفتر يؤكد مقتل امر غرفة عمريات قوات الكرم علي الثمن في محور سيل فرج شورى ثوار بنغازي يصد محاولة تخدم بمحور بعطل شورى مجاهدي درنة يعلن اعدام القيدي البارز فيما يعرف بتنظيم الدولة مراد السبع بعد اعترافاته بالجرائم التي ارتكبها دول جوار ريبيا تؤكد في بيانها الختمية ان مقترح الحل الاممي يضمن تسوية دائمة للازمة والثني يعرض عن استعداد حكومته او الصين لانهاء وجود التنظيمات الارهابية قال رئيس عمرية صوفيا التي اطلقها الاتحاد الاوروبي لمكافحة تهريب البشر في البحر الابيض المتوسط الاميرال انريكو كريدي نيدينو ان العمرية كان لها اثر رادع على تدفق المهاجرين واللاجئين نحو دول الاتحاد وبحسب ما نقلت وكالة الانباء الايطالية فقد اكد رئيس عمرية صوفيا ان سؤال احوال الجوية وقيام السلطات المصرية بضبط حدودها مع ليبيا ووعي المهاجرين بخطورة الطريق ساهم في خفض عدد المهاجرين كما ان المهربين باتوا يخشون الاصطدام بقوات العمرية في المياه الدولية تواجه الاجهزة الامنية في طرابل استحديات جمة في مواجهة الانفلات الامني ومحاربة الجريمة التي تنامت في ظل ضعف التنصيق بينها وقلة الامكانات والعناصر المدربة لمثل هذه المهمات التقرير الآتي يسلط الضوى على عمل الاجهزة الامنية في هذا المجال يعتبر الامن ضرورة ملحة يحتاجها المواطن في كل اماكن عيشه وتنقله وبذل التحديات التي تعيشها ليبيا وما تعانيه من ازمات انعكست بدورها على الاوضاع الامنية التي اصبحت هاجسا رئيسيا للحكومات والمواطنين هنا في مدينة طرابلس ارتفع مؤشر الجريم المتمثل في اعمال الصدو المسلح والخطف التي انتشرت مؤخرا لا سيما في اطراف العاصمة يرى مسؤلون امنيون انها تحتاج الى خطط امنية بتزاون مع بناء رجال الامن وتزويدهم بالامكانيات التقنية الاجهزة الامنية تحتاج الى دعم مادي يتمثل في التكنولوجيا الحديثة تركيب كاميرات تصوير تركيب اجهزة امنية تحليل تستطيع ان نتحلل كل الاشياء بسرعة تعطينا النتائج بسرعة سيارات مجهزة للمراقبة في قيام بدوريات متحركة دوريات تراجلة دوريات تابتة مجودة باحدة الاجهزة نستطيع في الحالة هذه ممكن نقلل الجريمة لان في الحقيقة هي القاعدة بتقول قضاء على الجريمة نهائيا هذا الشيء مستحي فإن مجتمع المجتمع وفيما تحاول المباحث الجنائية مساعدة الاجهزة الامنية على الصعيد التقني والمعلوماتي إلا أنها تفتقد للعناصر المدربة في الدورات التخصصية لتوفير الأدلة الجنائية لتلك الجهات التي تعاني ضحف التنسيق فيما بينها لاحظنا عدم توحيد الجهود الامنية لدى المؤسسات الخاصة في مجال العمل الامني لازم يكون فيه اتفاق فيما بينهم التنسيق ولاحظنا التوسع أكثر من تخصص للمؤسسات الامنية الواحدة وعدم تأهيل العناصر التي انضمت مؤخرا بالمؤسسات الامنية في دورات متخصصة في مكافأة الجريمة ولم تغفر الأجهزة الامنية دور المواطن ووعيه بدور رجل الامن وبناء جزور الثقة بينهما لما له من انعكاس إيجابي على أداء رجل الامن طبعا ناجد الجهات المختصة الجهات التي لها الاقتصاص أنها تكون توقفة معنا بيد وحدها الأجهزة الامنية لازم تكون هي متساعدة مع بعضها هذا عمل جماعي وهو عمل فردي احنا عندنا معلومة نعطوها هم عندهم معلومة يعطوها باش نتعاون مع بعضنا يعني ويكون الهدف واحد اللي هو أمن وأمان المواطن الأجهزة الامنية وظروف تشكيل بعضها وضم أفراد دون تأهيل ووجود إشكالات في تبعيتها يجانب الظروف السياسية شكل ربما إلى جانب ما سبق خللا في أداء مهامها حمل عضو الهيئة التاسيسية لصياغة مشوع الدستور العرب أشريف رئاسة الهيئة وعددا من أعضائها مسؤولية عدم لفهب المواعيد التي حددت مسبقا للبدء في عملية الاستفتاء على الدستور وأضف أشريف في لقاء جمعه اليوم بأهالي مدينة صبراطة وبمشاركة عدد من أعضاء الهيئة عن المنطقة الغربية وبحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني أن الهيئة تعمل دون وجود وعاء زمني يفرض عليها إخراج مسودة مشروع الدستور ليتم الاستفتاء عليها وأشار شريف لأن لقاءهم بأهالي مدينة صبراطة جاء للتشاور معهم في مسألة تجميد عضوية الممثلين عن المنطقة الغربية في هيئة صياغة مشروع الدستور أو انسحابهم منها نظمت مؤسسة النبضة للتنمية والثقافة معرضا عن السلام احتضنه معرض ترابلس الدولي وأراد المنظمون للمعرض يبعثوا برسالة إلى كل الليبيين لنفذ العنف والتوجه لبناء ليبيا والمستقبل تفاصيل أوفى عن معرض السلام في التقرير التالي لنكن نبضا للسلام شعار تبنته مؤسسة النبضة للتنمية والثقافة في كل مظاهراتها آخرها معرض السلام الذي نظمته بمعرض ترابلس الدولي وشارك فيه عدد من مؤسسات المجتمع المدني في محاولة للبحث عن حلول سلمية بعيدا عن لغة السلاح ننقص نبضا للسلام من أجل ليبيا حتى ننقص من الوضع الحالي في ليبيا والأشياء التي صارت من الحروبات والدمار وكل ما يملك أننا نطلع بحل سلمي من أجل هنا ليبيا المستقبل معرض السلام الذي ضم عددا من اللوحات الفنية تخللته حلقة نقاش عن معنى السلام وضرورة تحقيق الاستقرار في ليبيا إضافة إلى عرض مسرحي شارك فيه عدد من الشباب لتوجيه رسالة إلى كل الليبيين بوصفهم رعاية للسلام في البلاد نحن اليوم قدمنا مسرحية جميلة جدا تعطي نبدأ عن السلام وكيف المودة والأخوة بين الناس وأن الدولة الصراع على الكرسي لا يبني دولة وليس نكون يد واحدة الصراع على الكرسي لا يبني الدولة هذه الجملة التي اختتم بها هذا الشاب مداخلته تلخص الوضع الليبي وتبرز مدواعي الشباب ونطجه السياسي لأن ليبيا لن تبنى في المستقبل إلا بهؤلاء الذين يحملون بذرة السلام الآن إلى عنوين النشر الناطق باسم سلاح الجو التاب لحطر يؤكد مقتر أمر غرفة عمليات قوات الكرام علي الثمن في محور سيد فرج وجر ثوار بنغازي يصد محاولة تفضل بمحور بعط شرى مجاهدي ذرن يعرن اعدام القيادية الباريس فيما يعرف بتنظيم الدولة مراد السبع بعد اعترافاته بالجرائم التي ارتكبها دول جوار ليبيا تؤكد في بيانها الختمية أن مقترح الحل الأممي يضمن تسلية دائمة للأزمة والثني يعرض عن استعداد حكومته للتعامل مع روسيا أو الصين لإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية كتام النشر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة